ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7028 شهيداً منهم 1913 طفلاً و 1709 سيدات بالإضافة إلى 397 مسناً وإصابة 18484 شخصاً وأشارت وزارة الصحة في غزة إلى قيم الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب 44 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 756 شهيداً منهم 344 طفلاً إضافة إلى إصابة 1142 مواطناً بجراح مختلفة ولفتت إلى أن المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي تركزت في المنطقة الجنوبية من قطاع غزة والتي يزعم الاحتلال أنها آمنة ترجمة نانسي قنقر